اشتركوا في القناة تجعلها امام خيارات محدودة فالفصائل التي قررت البقاء بعد سلسلة من الاتفاقيات يبدو انها ستكون امام احد السيناريوهات التالية فاما القتال الى جانب قوات النظام من خلال الاندماج بشكل تدريجي في الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد واما الانضمام الى ما يسمى بالفيلخ الخامس المدعوم روسيا وفي هذا المشهد اعتمدت موسكو على استقطاب رجال اعمال وبعض قادة فصائل المعارضة السورية محافظتها درعا والقنيترا كانتا المسرح الاكبر لتلك التفاهمات فما حدث جنوبي البلاد جعل من درعا والقنيترا ارضا خصبة لتنفيذ ما بدأ به عربو المصالحات مع النظام من قيادات في المعارضة ورجال اعمال محسوبين على دول اقليمية تسعى من خلال سياستها الى تمكين النظام السوري مرة اخرى على حساب المعارضة في المقابل لا تزال بعض الفصائل تحاول الحفاظ على كيانها العسكري وترفض تلك الاندماجات وهذا ما يرجح ايضا خيار المواجهة ولو كانت غير متكافئة فهناك عدد من قادة الفصائل الذين قرروا البقاء يتحدثون عن اهداف الثورة عبر تغريدات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل بل ونظم بعضهم وقفات احتجاجية بعد تأخر الجانب الروسي في الافاء بالوعود التي قطعها لهم ضمن الاتفاقيات التي ابرمها الطرفان لكن هل تبقى بعض الفصائل تتحدث بنفس ثوري ام انها ستندمج مع قوات النظام كما فعل الكثير من الفصائل خصوصا جنوبي البلاد ترجمة نانسي قنقر